سلام عليكم أهلاً وزهلاً بكم معكم محمد زيد مرحباً بكم في فيديو أو درس جديد في سلسلة رياضيات بالعربي في الفيديو هذا أو درس هذا حنتعرف على طريقة حل التفاضل الضمني بالألة الحاسبة وبطريقة مباشرة يعني بدون خطوات يدوية طبعاً الطريقة هذي نجأة حنستخدمها حالياً في مسألة أو طريق تعرض بسيطة لكن بنفس المفهوم تقدروا تستخدمها في حال مسألة أكتر تعقيداً أو المسألة الأكبر طبعاً التفاضل الضمني بتعريفها البسيط هو عبارة على وجود لدلتين سين وصاد معاً كخليط هذا هو التعريف البسيط مثلاً للتفاضل الضمني وطبعاً إذا حابين تتعرفوا على مسألة أكتر أو دروس أكتر بطريقة شرح بسيطة أو طرق حل أكتر لمسألة أكتر بالألة الحاسبة تقدروا تشوفوا جميع الفيديوهات الموجودة على سلسلة الرياضيات بالعربية لعددها أكتر من 20 حالياً حنبدو في السؤال السؤال يقولنا إذا كانت جدر سين ناقص جدر صاد تساوي أربعة فإن دال صاد على دال سين تساوي بالقيمة كيف حنقدروا نحل المسألة هذي بطريقة بسيطة وبدون وجود يدوي يعني بدون أي حل يدوي طول وبطريقة مباشرة بالألة الحاسبة أول خطوة محتاجين نحن نديروها أن نخلو المعادلة صفرية كيف نخلو المعادلة صفرية يعني زي ما موجود عندنا هنا أنه حناخد جدر سين ناقص جدر صاد وناخدو الأربعة من الجزء الأيسر للمعادلة للي جهة الميل يبدأ ناقص أربعة تساوي pertama حالياً عندنا معادلة صفرية هذه أول خطوة في حل التفاضل الضبني بالقيمة الحاسبة أن نخلو المعادلة صفرية بعد العملية هذي نقدر نبدو طول تطبيق بالقيمة الحاسبة لكن هنخلوا ملاحظات في بالنا باش نتأكدوا ان احنا حلنا هيكون صحيح يعني لازم العملية يكون فاها التركيز اذا احنا حابين ديروحوا كلها بالأل الحاسب بدون وجود خطوات يدوية لازم نكونوا مركزين الخطوة الاولى ان احنا حنعودوا على سين وصاد باي قيم بس شرط ان القيم هادي لا تسوي بعض يعني لسبيل المثال انا حنعود على السين بثلاثة زي ما شايفين هناه والصاد بستة القيمتين ما تسويش بعض عودت عليهم لكن لا يسوي بعض تمام احنا حاليا ندرنا معادلة صفرية عودنا على سين وصاد باي قيم حاليا حنبدو في الحل اول حاجة احنا هنديروها هناخدو نديرو كسر تمام حاليا حنديرو رمز التفاضل اللي هو شفت تكامل يعطينا التفاضل تمام احنا عنا جدر مثلا سين ناقص جدر مثلا صاد نمشو يمين ناقص الاكيدة اللي هي اربعة تمام لو هنه سين وصاد حنقولكم شن حنعبو عليهم خلونا نمشو هنه الاكس شن حنعبوها الاكس هنه قيمة سين هي ثلاثة اللي في البسط طول ننزلو للمقام المقام حنديرو ايضا شفت علامة التكامل ان شاء الله واضحة عندكم شاشة الحاسبة بس يقدروا تركزوا معنا ايشين قاعد نحكي يقدر نقرب هالكم عندنا شفت علامة التكامل بجتنا علامة التفاضل او شفت التكامل بعدين هنكتبو عندنا جدر هنعرفو جدر شني نمشو يمين ناقص جدر لنا اللي هو القيمة اللي هي اربعة الاسية حناش حنعبو علها بقيمة الصد اللي هي ستة تمام دا هن нужgen اخر ملاحظتين اللي هي في البسط سين نعبو عليه باعكس والس منحنا والسين نعبو عليه باعكس والسين نحطو قيمتها نجوا نشوفو كيف نجو للبسط هنجو لأول اللي قيمة عنا في البسط تمام احنا حاليا في اول قيمة في البسط جدر شيني حنديره في البسط السين نعوض عليها بx يعني كيف نديره x اول حاجة نديره الفة اللي عالمين اللي هو اللي سكر يعطينا x والصاد حنعوض عليها بقيمتها قداش قيمة الصاد ستة نجو للقيمة الثانية تحت الجدر ونديروها ستة ننزله للمقام حيكون سهل حاليا لأنه فهمنا العمل كيف نجو نعوض علي الصاد هي اللي حنعوض عليها بx والصين بقيمتها يعني حتكون ثلاثة الفة القوس اللي سكر اللي هي x اللي هي هذا الصاد نقص اربعة ونجيرو يساوي هيعطينا القيمة هذه طبعا هننحو علامة السالب هنخلوها مثلا واحد بوينت واحد اربعين اوكي احنا كيف حنستفيده من الحل هذا اذا هو الخيار السؤال خيار من المتعدد اذا هو اختيار من المتعدد حاطينا مثلا هو اربعة خيارات مثلا واحد من خيارات فانведال替الساد ativa سنعوض على قيمه الصاد بالقيمه اللي اعطيناها لها اللي هي ستة والسين بالقيمه اللي اعطيناها لها اللي هي ثلاثة ونجدره يساوي نفس المسألة اللي هو عطيها لنا سنأخذهها سنعوض علىenkick ونقوم بصاد بالقيم استخدمها فالحل ونشوفوا الناتج الناتج ليسوي لنا الحل اللي اطلع لنا هنا معناها هدا هو الخيار الصحيح معناها هدا هو اللي دال صاد على دال سينشين تسوي. ان شاء الله كان الفيديو بسيط وان شاء الله استفدتوا منه. اه تقدروا تشاركوه مع اي حد تحسوا انه هو حيسفي جدا من حل اه تفاضل ضمن ويسهل عليه في الامتحانات او في طرق هل. اه فان شاء الله بتطفيق لكم جميعا في حالة عندكم اي اسئلة تقدروا تبعتوها لي على اي منصة انه وصل التواصل الاجتماعي الخاصة بيا لتلقوها في صندوق الوصف. او تقدروا تحطوها في تعليق اسفل الفيديو. ان شاء الله بتطفيق لكم جميعا مجددا. اه تحياتي وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.